ورد حرقت مادرة في وش فور نمسك في وش نار بجسم كله. ولادة كاميليا طبعا. نحن بنقعد نعم رجيم ترول حياة ونفشل. لسبع لتري ساعات في اليوم. قلتني انك اشتغلت في سينما. بس هي كل حياة بتزيل عن حداها بتبقى قلت. ايه هو البيج تايم اللي في حياتك? اه مرحبتة في حياتك كانت بيج تايم. لحظة الحساسة الماساسة. حدث. اه حدث. ايه. ولادة كاميليا طبعا. ولادة كاميليا طبعا. انا مش حافظ. الله يحفظ لك يا هي. يعني انا مرفت. انا كانت هيطلعوني برا من الولادة عشان اقعد بدحك مرة. مرفت كانت شبيت عايق. اه انت مدرسة الحديثة. اه اه اه. اه. اه اه. اه ينفع. ايه. اه و هي بصراحة كانت مرفت كانت يعني حسيتني ان انا yeah. من على الان عايزة كده فطبعا عم الله لي عايزك كامان في اللحظة دي يعني رب انا يكون فعون. هاي احلى لحظة. اه فطبعا. كثير مهمة ايلك وإلمت. حصل حاجة انا ما فهمتش ايه. بس انا فجأة في ايدي كائن بتحرك مولود بتحرك وده ابني بنتي هتتلحمها زي ما بيقولوا وفي حاجات لازم اعملها اتقلت لي لازم بقى اتكبر في ودنه لازم اقول ادقوى وانا عايزيني يوزنوه وعايزيني يحملوا حاجات وانا عايزينوها وانا مش فاهق حقيقي لحظة يعني اللحظة اللي بعديها لما حصل التنظيف ليها ولبسوها وبتاع مسكت ايدي دي انا مسكت صباعي اه مسكت صباعي بالزبط ده اول مسكت وديت افشا بالزباعي وانا بقى اعمل ايه وانا ايه ولا بقى حاس بقى ان انت ولا انت عملت حاجة في حقيقة وانا انت في حياة ايه 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 احلى السيفة اللحظة دي بعد ما عدت عادت حبة مش هارفت عامة كامالية مش فاهم هي ايه لغا بقى ما حصل تاني يعني ايه الاباهات بياخدوا شوية وقت مع الولا عدل منه انا انا ادقت رفتحات ان انا مش ما 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 عندكش مشاعر دي ودقت قلت يعني ايه ازاي وش جاياش ايه بقى اكتشفت لا ان هو ده العادي ايه عادي وانا اصلا هم كانوا هيكا بتولد ببرة في امريكا وانا فانا كنت واخد اجازة بالزبط حال ايام دي بالزبط حال ايام دي وكنت خلاص فيه يوم حرجع ومش بتوليس ما توليتش لانه هم بيناك ما بيعملوش مفيش حاسمها القيصاري لازم ولا ده طبيعي لازم نقعد جنبها الغياني قولها يكمل خالص بالزبط اه فاصلا لفترها عايتها باكالي وحدها هناك مع ميرفت قوت عاقتهم ببعض وانا بقيت بس انت كان عادي ممكن ترجع اخد الجايزة وتسيبها تولد لوحدها. مش كده. ارجع ايه? اخد. كانش في جايزة كنت عندي ويكرة عندي يوم. كنت بعمل مفسسر اختفاء. عادي ترجع مفسسر اختفاء وتسيبها عشان عندك اردر. مش كده. مش الدرجات دي. الفن مهم برضو. طبعا بس هي اهم. بس انا عايز اعرف تفصيل حاجات معينة انت اشتغلتها. كيف? يعني اقولت انا اشتغلت كذا بس انا عايز عرف انت كنت تعمل ايفي الحاجة دي يقولت انت اشتغلت في قهوة. اشتغلت في قهوة ايه? اه اشتغلت في قهوة لا كاذا حاجة يعني اما بعمل الطلابات اما بنازل الطلابات. يعني ابني هتعمل الطلابات. بعمل الطلابات. اهوة شاي وكل حاجة. او معين انا في عدوة بيني بين النار انا مرة حرقت على ده رف وشي فرن مسك في уж نار بجسمي كل وكل. او قعت شهرين محتقد مش هتفلح تاني. وشي كما كنت باكل الاكل باهرسه عشان اكله بشفاطه. عشان افتح بقيم الجروح. وده حصل امتى ده وقت ده كان الفين واثنين بين الفين واثنين. ده قبل التمثيل بقى. انا بمثل من سبعة منوان عندي سبعتاشة سنة. حاجة كده. اه. فانت لسه قلت بسم الله الرحمن الرحيم راح الفرن ضرب وشك. كنت بافتح مشروع اكل. اه. وكان اول يوم في الافتتاح. وبنسبة الافتتاح بقى عملت فايروركس افوش. ده راح بقى فورني وفوشي وكان يوم بناية البنيلة. كانت غلطة كده. وكان يوم بقى افتتاح فزحمة قوي. فالبتاع افل من غير ما يباقي. يعني افل من غير ما يدي اردر لان هو مقفول. اه. فبفتح عيني وفتاكن ان هو ايد بفتح بحط الناور تاني ام منضرب فوشي كل. فما ايه? يعني حسيت انه خلاص مشروع التمثيل. اه لان عدت شهرين في البيت ما بيش عاري ما مش حالة حوالة فعلا معي. شكلي بخاص. وشي بقى مقفول من الجروح وبتاعه. وناس مكاني بقى اخدوا مكاني في المحل ده. وقلت لي انك اشتغلت في السينما. اه سينما ميامي تحديدا. اه دي جنب بيتنا. ايوه بالزد. كنت اشتغال بلا سيرو كنت بقعد الناس ببطارية. والله. كنت بقى لازم يومشي ستك وعندي مشكلة كبيرة معاهم. اه. لازم يومشي اكتر. ايوه انت بتمثل. وايب بقى بالبطارية. ما هو انا بمثل مصرح. عندنا المصرح. ما فيه فلوس كبه. اه ما فيش فلوس خالص. مصرح هوية كننا احنا البديدت عم نجيبنا. فانا خلاص بقى خلي عندي دمي بقى شرحت بقى حلو اخد بنابقى مصروف المصرح كمان كيفية يعني اللي بصفة علي. فكنت بقى شغال بقى بنعمل مصرح. بس هو هذا احلى شيء يعني بالحياة بمسيرة الانسان. انه يكون عمل كل شيء. نسبة شغالانتي يعني قابلت كاركترات كتير يعني شخصات كتير قابلت حياتي. تعلمت منهم حاجات في شغالانتي. خزنت يعني. طبعا. مصرصة جلاندو قتيل طبعا. كنت في شخصات اسمها امين. انا امين قابلت. اشهر امين. ده احلى امين. الحمز لله. قابلته مرتين في حياتي. مرة في سنة ميامي. في في يعني بدون فاصيل بس يعني في سنة ميامي كان داخل ومش هفني اتعاملوا معايا لانه داخل الساكت ضخم جدا. انا اتخبني ان اشخصي مرتين من ثلاثة. في اتخبني? اه اه في والله. اكتشفوا حاجات جديدة. فان ده هو لانا عشان هتعامل معايا. لانما كان معتخلين هتخرق معايا حمسك فيه. عشان قد بعض بقى احجام يعني. طبعا. فلا ما عملتش كده. تعملت معه راحة جدا. بكيه بقى صديقي اصحاب. بس هو يعني الموضوع ان هو كان عنده نوع من انواع التوحد النفسي. مش توحد. اه يعني. يعني كان بالتربية وبالعادة بيتغير. يعني في واحد منهم عرفه دلوقتي ما شاء الله عليه بقى مخرج في فرنسا. كان عنده نفس الحالة بتاعت اميم. بالتطور. بالتطور انه بقى يعرف. بالشخصية. بالزبط وبقى يخرج وبقى يتعامل هو الاول كان محبوظته الحياة وفي البيت. اه امامته عشان تهديك بتقطب طب طب عليه فهو اللي لفت نظر ايه وقاب نتكلم معي عشان يهيه دا بيهو يتخرج. انا بوصل معايا ما عاروش باقي ممكن اخصى حيحصل لي حاجة بس انا بيصر معايا لسبع لتري ساعات في اليوم. بس مش عريق. عريق بتشرب. لا ما ده الموضوع بقى فيه وقت. هو عريق غرق. انا لانه كنت مرة مساكت قصية المي وشربت ازازة مي كبيرة من اللي هي لترونس. بزبط غرق. شربت على الريق. كبايتين مياه على الريق. وتعبت بشكل يعني. الكمية بتفرق. اللي انا فهمه كان الكمية بتفرق. على الريق? لا كباية او كبايتين مياه كبيرة. ايه. لكن متقومش تضرب يزاز مياه مثلا على الريق اول ما تصحب النوم ده غلط. ايوه. معرفش غالب بيعمل ايه مش مش طبيبة انا افعل. لا بيعمل تسمم. هلأ في واحدة بعيد الشهر. تسمو مائي اه. تسمو مائي. معتيت بالماء. تخيل. من الماء. يعني انت مفهاش تشرب مسلا في ساعة اه بتلت ازاز مياه مسلا ده غلط. يعني في واحدة لسه اه قريب اه. اللي ارحمها يعني توفت بسبب انها شربت مياه كتير في وقت معين. ايوه هلأ. وقت قليل ايه. فكان جلط طاليا. وهي بتاعت الدايت يعني اللي بتهتم بصحتها. مم. بس جاب نتيجة. اه الحمد لله. انا الحمد لله. اه الحمد لله. نزلت اربعين كيلو او خمسة اربعين كيلو. اربعين خمسة اربعين. اه. ده بني ادم. اه. اه. بزمد. انت كم اع فيه بني ادم قعد على كتفك. اه. بزمد. اه. ونفسي زبط كتير. الحمد لله. اي هو نفسك هذا كتير مهم. بس دايما الرعب بيبقى انك ترد تاني. انا قليلين اول اللي عرفهم انا مش بقى يعني. اه. بس من من تجربتي ومن تجربة ناس احنا بنعيش حياتنا في رجيم فاشل. اه. يعني احنا عاديين بنعمل رجيم ونفشل. بزبط. يعني دي قصة الحياة. اه. عارب في قصص للحياة مختلفة. انه مسلا واحد فضل يشتغل طول عمره ونجح. ده حقيقي. لا احنا بنعود انا رايب ان احنا بنعود نعمل رجيم طول الحياة ونفشل يعني. انا بقى عملت كده فترة. بس انا ما باهتمش انا بعمش كده لما صراحة يعني. اه يبقى حد يطالب مني كده في الشغل. يعني عندي حد. اه اه عايزنا خس. يعني في كذا. ده يتو ربايخ ده اللي عايزنا خس. بزبط. ما حصلتش الحمد لله كتير. اه. انا اللي مرة حبيدت اطخن لشخصية وبعد كانتش خس خلص. امم. كنت امامل امين في بلوند قطيل فحصل انه محتاج يبقى شكله. كنت ساعة انا يعني شكل معضل شوية وانا كنت عايز يبقى شكله مش كده. يعني مش عايز يبقى عايز شكله بغير شوية. فساعة احبت خط رأيي محمد شاكل وتمر حبيب وقعد نتكلم في الحكاية دي قالوا يا انا بتعملش كده. بس انا جلست يعني اعملت كده ومساعة عمفتش خس. بس الاكل متعة. اه طبعا. الاكل جميل طبعا نعمل. طبعا نعمل. لا بالعكس. ازبرحتك بقى. يعني لو طول اليوم في اكل حلو كل. مسأله انا معاك طبعا الاكل حلو تخد تدوء من هنا والدوء من هنا. غير بقى الغدى. ده موضع تيني. انا زمين كنت بتغدى يعني باكل كميات مرعبة. طب واخبار العشاء ايه هم دايما الليقولك الدايت اوعى العشاء. انا مش دايات والله。 انا بقى غاصب عني. لا انا لأ عايز انا بقوم من نص يومي عادي. انا ماتهمكش بحاجة يا محمد. انا مش بتهمك في اعزب. لأ. انت ليه فجأة حسيت? ان انا بقولك. لا. عاديز اقول ان انا ماشي على نظام فاقول الناس عليه وما فيش نظام. نعم. هو انا غزب عني. والله بعد ما ضع اصيام المية ده. آآ آآ عاد سبعتاشر يوم باش شب مية بس. بس اجل ان ده خطر جدا. الماغنيسيوم في مشكلة. هو انك بقى المية سبحان الله يعني سبحان الله. حقيقي يعني سبحان الله بتعمل كل حاجة. يعني خدت خط هناك عادت فرج على الافلام. بالصبح. بنكشف الدكات اللي بكشفوا علينا. مم. وبالليل بنوع بقى نعمل آآ. فالنتيجة بتطلعها بتاعنا. بالزبط. فبيعملوا بقى بيعملوا بقى بيعملوا بقى بيعملوا محضرات كده يفاهمونا. مم. ايه اللي بيحصل واضرار الاكل كتير ايه. ده هناك ده فين? في آآ آآ كنا في آآ كنا في قطيل مشهور كده في الجونة اعتقد. آآ طب. آآ لع كنا في آآ آآ. آآ. فالسومة بي عندهم نظام بتعمل. لا لا ده هم دي شلة كده بتعمل تاعت واحد اسمه نادر. وريم الزرقاني. آآ لمشاكل اسم المشروع نفسه. شلة آآ. كبير اربعة سنين. آآ فالتقارد تمشي ورا الشلة دي. بالضبط. بيعملوا كل سنة. بيعودوا بعض كده شلة دي لكده. شربوا مية. يعودوا في قطيل مية بس. وبينكشف. وبينشرب. معنا بقى في مشروبات زي مثلا نعناعة. حاجات بسيطة قوي دي اللي موجودة ممكن تشربها في وسط اليوم. بس دي. انا كشبهم كده. انا كد نشوفش حال خلص. انا بقعد مية بس.